السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعينا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة الرئيس السيسي يتقبط المرأة الحديدية عنوان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي وعلى العالم كله اليوم تفاعل على امساك نانسي بوليسي بالزراع رئيس مصر هنشوف الفيديو بالتفاصيل بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سورا من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بوليسي على هامش قمة المناخ التي تصطدفها مدينة شرم الشيخ وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي نانسي بوليسي هذه المرأة القوية التي تحدى الترامب والصين وروسيا جاءت شرم الشيخ وتقف هذه الوقفة أمام الرئيس المصري السيسي يتقبط المرأة الحديدية صورة عظيمة وتحمل معاني كثيرة وقال مغرد آخر عزيز مصر الرئيس السيسي استقبل اليوم بشرم الشيخ نانسي بوليسي رئيسة مجلس النواب الامريكي على هامش مؤتمر المناخ هي مالها واخدر حتها وقفشة في الرئيس كده ليه الست دي مش متطمن لها خالص تحية مصر وقال آخر نانسي بوليسي شرشحت لترامب وجت عند السيسي وعملت فيها نانسي عجرام وقال آخر نانسي بوليسي في دراع السيسي صورة من الشرم الشيخ في موعد مع الحرية وقال آخر دي نانسي بوليسي رئيسة الكونجرس الامريكي وصلت مصر طبعا كلنا شايفين مدى الاحترام وحفاوة الاستقبال منها للرئيس السيسي مش دي اللي كانوا بيقولوا هتيجي توقع الدولة ومش بتعترف بالرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اصدو اي بتكسر البرتقول وماشي مع الرئيس بمنتهى الود وكانت نانسي بوليسي هي رئيسة الكونجرس الامريكي التي وقفت وتحدى الترامب في عز جبروتو وكمان وقفت امام الصين وروسيا فها هي الان في مصر في شرم الشيخ بلد الامن والامان تقف مع الرئيس السيسي وقفة ود بكل احترام وحفاوة استقبال منها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفظ الله رئيس مصر وربنا ينصروا على اعداء مصر بكده يكون فيديو النهاردة خلص انتظرونا في فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر